اهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من مادة التسويق الزراعي الحلقة السابقة تكلمنا عن تعريف التسويق الزراعي وقالنا هو أحد علوم أحد أحد فروع علم الاقتصاد الزراعي ويهتم بالوظائف التسويقية التي تتم على السلع من لحظة انتاجها حتى وصلها للمستهلك عرفنا أهداف التسويق الزراعي عرفنا أهمية التسويق الزراعي اتكلمنا عن مداخل التسويقية النهاردة ان شاء الله هنتكلم على حاجة مكملة في التسويق برضو وهي التسهيلات التسويق كامل مفس الموضوع مقدمة التسويق الزراعي هنتكلم على التسهيلات التسويق يعني ايه كلمة تسهيلات التسويق تسهيلات تسويقية يا شباب كلمة تسهيلات يعني واحد بيسهلك عواقب أو عقبات جاتلك في الطريق بتاعك طريقك في عقبات بيسهلك هالك فطبعاً التسويق ده هدف الربح الربح يجي منين يا أستاذ يجي من زيادة بيع السلعة للمستهلكين من زيادة بيع السلعة للمستهلكين طب زيادة بيع السلعة للمستهلكين هايجي ازاي يا أستاذ هايجي انه انا اخلي السلعة توصل للمستهلك بالشكل اللي هو عايزه وفي المكان اللي هو عايزه وفي المعادل اللي هو عايزه يبقى اذا كده انا هخلي المستهلك استرسل عيتي غير كده مش هيسترسل عيتي يبقى ده وظيفة التسوية فيه مشاكل في عقبات تعوق ان السلعة تصل الى المستهلك في الشكل المطلوب وفي الزمان المطلوب وفي المكان المطلوب يعني على سبيل المثال اول مانع هنشوف الموانع دلوقتي كلها اللي ممكن تعقبات للتسويق اول مانع وكلنا عارفين هو المانع جغرافي المانع جغرافي يعني ايه مانع جغرافي يا استاذ يعني طبعا احنا عارفين معظم الانتاج بيكون في اماكن انتاج مجمعة يعني المزارع موجودة في اماكن معينة في الودي الجديد في مدير التحرير في كلام من ده كله انما الاستهلاك على مستوى الجمهورية الاستهلاك على مستوى الجمهورية يبقى معنى ذلك ان هذا مانع جغرافي لازم اوصل السلعة بتاعتي من مكان انتاجها الى مكان استهلاكها من مكان انتاجها الى مكان استهلاكها ايه التسهيلات بقى ان انا اقضي على هذا المانع التسهيلات بتاعتي ان انا اقضي على هذا المانع مانع جغرافي السلعة تنتج في مكان انتاج والمستهلك في موجود في كل مكان المستهلك موجود في اسكندرية موجود في الصعيد موجود في الاسماعيلية موجود في اي مكان لازم السلعة اللي بتنتك في الواد الجديد اللي بتنتك في مديري التحرير اللي بتنتك في الإسماعيلية اللي بتنتك في أسوان لازم توصل جميع الناس دول ده شغل التزويق التزويق الصح إن أنا أوصل السلعة من مكان انتاجه لا تعرف التزويق أخذ السلعة من مكان انتاجه وودألي لمكان استهلاك يبدأ عاخبة حاجة وقفت أدامي مانع. لازم انا كمسوئ اقوم بعمل التسويق ان انا ازيل هذا الايه? المان. ان انا ازيل هذا المان. يبقى المانع يعمل المنتجون الى التجمع معهم في مناطق انتاجية متمثلة. في حين ان المستهلكون ينتشرون في كل مكان. متفرقين في كل مكان او متفرقين في جميع انحاء الايه العالم. دي الموانع الايه الجغرافية. هل موضوع اه اختصر عن موانع جغرافية? لا ده فيه موانع تانية. طبعا نشوف المانع التانية ايه? بقولك ايه? الموانع الزمني. اه ده منع ممتاز جدا. منع كبير جدا جدا جدا. ليه يا استاذ المنع ده مهم جدا? هو كله مهمين. بس المنع ده مهم ليه واحد يقول ليه يا استاذ? ما هو المانع يعني الزمني يعني حيز ان المستهلكين يعملون الى استهلاك استرعف اوقات غير اوقات انتاجها. طب ليه? طب ايما يستهلكوا براحتهم. ايه 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 المشكلة اللي عندي في المنتجات الزراعية يا باشي? قولي يا استاذ كده ايه الانتاج الزراعي انتاج ايه موسمي الانتاج الزراعي انتاج موسمي كل منتج لهموسم معين كل منتج لهموسم معين يبقى اذا انا مهمتي كمسوء كشغال في العملات التسويقية ان انا ازيل هذا المانع عن طريق ان انا ممكن اخزن ممكن اجمد ممكن ابرد ممكن اعمل اي عملية ان كانت بحيث ان انا اجيب سلعة الشتاء اللي بتنتك في الشتاء للمستهلك يقولها في الصيف او استهلكها في الصيف واجيب سلعة الصيف اللي بتنتك في الصيف للمستهلك يستهلكها في الشتاء ده وظيفتك تسوير ده وظيفتك تسوير يبقى ده منع زمني يبقى لازم نقضي عليه كتسوير طب فيه منع تاني اه فيه منع معلوماتي يعني ايه منع معلوماتي يعني يبقى المنتج فوادي والمستهلك فوادي بالبلد كده المنتج فوادي والمستهلك فوادي يعني ايه استهلك؟ المستهلك عايز سنعة معينة بشكل معينة بزروف معينة والمنتجين والمسوقين بيعملوا سلعة بشكل تاني خالص تمام؟ عايزين السلعة الفلانية ومش عارفين هي فين؟ انا بسأل عن نوع معين من السلعة مش لقيه هل انا كمسوق صح في مكان ما موجود في مستوى البلد كلها على مستوى البلد كلها مافيش سلعتي يبقى راجل مشuggل صح الناس او المستهلكين لو فيهم واحد مايعرفش سلعتي يبقى انا راجل مش صح يبقى مشية صح يبقى انا كتسويق دعاية واعلان عن سلعتي السلعة الفلانية موجودة كل مكان موجودة يبقى انا كمساهلك في المكان الفلاني البلد الفلانية موجودة عند السلعة دي. انما انا كمستهلك بدور على السلعة مش لاقيها. وانا كمنتك او متسوق عمال انتك سلع المستهلكين مش عايزين. يبا ديت مع ايه? موانع معلوماتية. مفيش تواصل. مفيش تواصل اللي بين المنتجين او المسويين والمستهلكين. مفيش تواصل خالص. محدش عارف ده عايز ايه? وده عايز ايه? وده بيعمل ايه? وده بيعمل ايه? يبا دي موانع معلوماتية. يبا لازم نقضي عن طريق عمل عن طريق عمل فرق بحس. ناس تنزل تشوف المساعدين عايزين ايه? ايه اللي بنقصوا في السلع? السلع الفلانية ايه? هل هي مرضية ام غير مرضية? هل السلع دي مرضية ام لا مش مرضية يا شباب? يا ده شغل. شغل. ده فلوس. لان انا بالشغل ده بجيب فلوس. بزنس. كل ده شغل. تسويق ده مش لعب. ده تسويق ده شغل. يبقى دي مانع معلومات. في مانع قيم يا استاذ? اه يعني ان الناس بتقدر السلعة او بتقيم السلعة على اساس ان هي بتستجيب لرغباتها او بتستجيب لها عزاء. انما للاسف المنتج بقدر السلعة وبقيم السلعة على اساس السعر. المنتج بقدر السلعة على اساس السعر. انا كمستهلك هدفي من سلعتي ايه? اللي تشبع رغبتي سلعة. شكلها جميل. متنسقة في الشكل. المنتجات شكل اللي قد بعضها. حجمي مش عارف ايه. الالوان كزا كزا كزا. ده بالنسبان. انا كمستهلك بقيمها من ناحية دي وادفع فال وادفع فال السعر اللي هم عايزينه فيه. لان انا دي 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 هتشبع رغبتي. اما كمنتج بقيمها من ناحية ان السلعة دي بسعرها قد ايه? يبقى دي سلعة عالية سلعة منخفضة سلعة كزا. يبدأ المانع القيمي ما بين المنتج والمستهلك. فيه منع تاني. تملكي. يعني انا المنتجين بينتجوا سلعة ما بيستخدمهاش. والمستهلكين عايزين سلعة مش ملكينها. يبدأ منع تملكي. لازم التسويق هدفه. ان يجيلي انا المانع انه يشيل ملكية السلعة من عند المنتج. يودها عند الايه? مستهلك. احنا لو بصنا الكلام دي كل ايه? هلاقي ان ده داخل في تعريف التسويق. التسويق بيعمل حاجات دي كلها. ياخد السلعة. يشيلها من عند المنتج يودها عند المستهلك. ينقل ملكيتها. هنشوف برضو في البيع والشراء. ينقل ملكيتها من المنتج للايه? من المستهلك. ده مانع تملك. فيه مانع كمان تفاوت في الكمية. اه. المنتج بينتج كميات مهولة. والمستهلكين مش عايزين الكميات دي. ده برضو مانع غلط. هيقدي في النهاية ان انا حيصل عندي مشاكل. طبعا خدنا في سنة تانية في الاقتصاد سنة تانية. كلما زادت الكمية المعروضة. قل ايه? السعر. صح الكلام? والعكس صحيح. كلما قلت الكمية المعروضة زاد السعر. اي سلعة انت في السوق بتنزل تشوفها? السلعة شحة في السوق. ايه اللي بيحصل لها يا شباب? على طول. تلاقي السعر رفع السماء. السلعة مالية السوق. كل ما تنشي في شارعة تلاقيها. ايه اللي بيحصل لها? عشان اتباع. يبقى اذا التفاوض في الايه? في الكمية. المنتجين بينتجوا كميات كبيرة من السلعة. المستهلكين بي ايه? عايزين كميات ايه? اقل من السلعة. ده بالنسبة للتفاوض في الكمية. التفاوض في النوعية. التفاوض في النوعية. معنى ذلك ان برضو المنتجين بيتخصصوا في سلعة معينة. انما المستهلكين عايزين ايه? حاجات تانية خالص. حاجات انا بستخصص طابلي يا شباب. انا بعمل مشروع مشروع هدفه ايه? هدف الربح. انا كمسوي هدف الربح. انا كمنتج هدف الربح. وانا انتك سلعة يا شباب. انتك سلعة. وعد جنبها? لا انا عايز انتك سلعة الناس تشتريها مني على طوب. الناس لاخدها مني. انتك سلعة الا ايه المستهلك بستنيها? يبا انا مروحش انتك سلعة. المستهلكين مش ايه? مش عايزين. ده برضو من ضمن ان المفروض التسويق بيعمل شغل عبحاث عن المستهلكين عايزين ايه? ده ده بالنسبة لليه. ايه بقى? دي مشاكل. سواء كانت جغرافي. مانع جغرافي. مانع زمني. مانع معلوماتي. تفاوت في كمية. مانع قيمي. تفاوت في النوعية. دي كلها موانع بتقابل التسويق اثناء تسويق السلعة. اثناء تسويق السلعة. ايه ايه مهمة التسويق? مهمة التسويق ان هو عن طريق الوظائف والخدمات التسويقية اللي هي عملها المسوئ او الشركة التسويقية انها يذلل هذه الايه العقبات والموانة. يبا عن طريق الوظائف والخدمات نذلل هذه العقبات والموانة. ده اللي بسمها ايه بقى? نحن قلنا على العنون بتاحها اسمها التسهيلات التسويقية اسمها التسهيلات التسويقية يبقى تسهيلات التسويقية ايه يا استاذ توجد موانع سواء كانت موانع جغرافية زمنية قيامية دينية تفوت في الكمية تفوت في الحاجم كل ده موانع بتأبني انا كتسويق لازم اذل لهذه العقبات واشير هذين الموانع عشان يحسن من عملية التسويق طيب ده بالنسبة لأول حاجة اللي هي تسهيلات التسويق هنتكلم النهاردة في المنافع التسويقية المنافع التسويقية عندي مجموعة من المنافع تقدم على السلعة أثناء انتقالها من المنتج إلى المستهلك السلعة تنتقل من المنتج أو الدرس اللي فات إلى المستهلك من اللي بنقلها التاجر الوسيط ويقدم او يقوم بعمل الخدمات والوظيفة التسويقية لها عشان خطرت ايه توصل المستهلك في حاجة ايه مظبوط طيب التسويق ده برضو حصل عنده في بعض السلع زادت كميتها عن المطلوب في بعض السلع لا تصل الى المستهلك بالشكل اللي طلعته من ايه من مكان انتاجها يبا اذا لازم نغير في شكله لازم نغير في شكله عشان كده هناخد حاجة اسمها المنفعة الشكلية منفعة الشكلية هي تلك هي تلك النوع من المنافع التي تنتج من اجراء تغيير في شكل السلعة بحيث تصل المستهلك في الشكل للمرغوب ومن امثلة ذلك عملية تحويل سمارة الطماطم الى صلصة وتحويل الفكهة الى عصائر وتحويل القطن الى منسجات وتحويل الدقيق الى ايه مخبوزة دي منفعة شكلية انا بنغير في شكل السلعة الطماطم طلع تماط من الارض طلع تماط والناس بتاخدها تماط بس ممكن نحسن من كده احسن من كده ممكن نغير شكل الطماطم نخليها صلصة صح الكلام الفكهة بتطلع فكهة الناس بتشريع فكهة بس انا ممكن برضو ازود عليها منفعة واعمل لها حاجة حلوة خالص ان احاول الفكهة انا بحاول اريح المستهلك لما اريح المستهلك المستهلك ده مش هيبخل علي بفلوسه وانا عايز فلوسه انا رجل تاجر عايز فلوسه المستهلك الآخر عايز فلوسه المستهلك فانا كتاجر لما وصل للمستهلك ان هو السلعة تعجبه يبقى اخد فلوسه ان انا عايز تمام يبقى ازا المنفعة الايه الشكلية دي منفعة ان انا احاول الطماطم زي ما قلنا لسلصة احاول الفكهة العصير الدقيق او القمح هل القمح الناس هتاكلوا قمح لا بتحول دقيق وبتحول دقيق لمخبوزات تمام كده القطم ما بتلبس زي ما وكده بتتحول لمنسوجات يبقى ازا تغيير في شكل السلعة عن ما هي طلعة من مكان ايه انتج ده بسمها منفعة شكلية حاجة بتضاف للسلعة منفعة تضاف للسلعة منفعة تضاف للايه سلعة في بعد كده المنفعة المكانية زي الكلام بقولنا عليه المنفعة المكانية منفعة مكانية يعني ايه اخد السلعة من مكان انتجها اوديها المكان استهلاكها هي بتنتج بالمكان الفلاني وبتستهلك في المكان أو تستارك على مستوى العالم كله يبقى أنا وظيفتي أن أنا أضيف هذه المنفعة للسلعة أن أنا أنقلها من مكان انتاجها إلى مكان استهلاك من مكان انتاجها إلى مكان استهلاك هذا النوع من المنافع النتيجة عن نقل السلعة من مكان انتاجها إلى مكان استهلاكها أو نقلها من مكان ينخافض فيه الطلب إلى مكان يزيد فيه الطلب باستخدام وسائل النقل المختلفة ومن أمثال ذلك نقل المنتجات الزراعية من صعيد مصر القهيرة والإسكندري تمام يبأ انا هاخد المنفعة المكانية ديت هنقل السلعة من مكان استهلاك انتجها لمكان استهلاك سلعة بتنتق في السعيد ومسهلكينها في اسكندرية ولا مسهلكين على مستوى القاهرة مصر كلها مش السعيد بس ولا القاهرة ولا اسكندرية يببى لازم السلعة اللي بتنتق في السعيد ديت تروح جمهورية مصر العربية كلها بتنتق في المكان الفنان يببى نقل السلعة تمام كده يا شباب السلعة ديت النوع ده من السلعة خلي بالك من حتها دي مش مطلوب في مدينة بورسعيد مسلا ما بحبهاش بس مطلوبة في مدينة دوانهور يبى انا مروحش وديها البورسعيد والناس مش عايزها ودوانهور عايزها وممشي يبى اذا زي ما قلنا كده برضو مكان يزيد فيها الطلب عليها ومكان يقل فيها الطلب عليه عند مكان بيقل الطلب عليها زي ما قلنا بورسعيد ومكان الطلب يزيد فين في دوانهور يبقى ازود في دوانهور واقلل في ايه في بورسعيد تمام كده يا شباب ده بالنسبة لمنفعة الايه المكان بعد كده فيه منفعة زمانية برضو نفس الكلام المنتاج الجراعي انتاج موسمي هزيد وكرر واعيد وقولك انتاج الزراعي انتاج موسمي موسمي يعني ايه عرفنا يا استاذ حفاظنا كلمة موسم يعني انتاج لا لا ينتج على مدار العام انتاج لا ينتج على مدار العام له موسم من خلال السنة ينتج فيه له موسم خلال السنة ينتج فيه عن طريق العلم انا بحاول اخلي المستهلك يستهلك السلع على مدار العام احاول اخلي المستهلك يستهلك السلع على مدار العام المنتج بينتجها في الموسم بتاعها لا المستهلك بيستهلكها على مدار العام عن طريق بقى ان انا غير ايه اه اتغمدها او ابردها اخزنها في مكان كذا مهم اي وسيلة مسائل التخزين بحيث ان يكون متاحة للمستهلك على مدار الايه دي بسموها منفعة بزمنية تقدم على الايه على السلع منفعة زمنية تقدم على في منفعة تملكية هي انتقال السلعة انتقال ملكية السلعة من المالك الى الايه او من المتناغر او من المسوق الى المستهلك المستهلك دلوقتي خلاص خد السلعة بعد بتاعته يقدر يستهلكها يستفيد بيها يبقى ما انا ذلك يعني ان انا منفعة تملكية ان هي السلعة تنقلت ملكيتها من المنتج الى الايه المستهلك ده تقريبا حوالي اربع منافع شفناها منفعة شكلية منفعة مكانية منفعة ايه زمنية منفعة تملكية دي مجموعة من المنافع بتقدم على السلعة اثناء انتقالها من المنتج الى المستهلك يعني انا بوصله له في ابها صورة بوصله له ف ابها صورة المستهلك لازم يشوف السلعة يوم بهر لازم يشوف السلعة انا عايز لاخد من دي حتى لو ما عرفاش لو ما عرفش السلعة دي بالمنزر اللي شافع عليه ياخدها واحد بدل ما يشطيه تماطم ويتعب نفسه واحدة ستة تعمل تعملت انا عملها له تماطم عملها له صلصة. هاخد فيها فلوس. هي هل سعر سعر الطماطم زل سعر الصلصة? لا طبع. انا مش هل راجل تاجر وعايز اشتغل وهاخد فلوس. انا مصنع بيصنع. حمسك الطماطم اعمل وله صلصة. بده مروح ستت في البيت تتعد نفسها وتعمل طماطم صلصة. لا انا عاملها لها صلصة. تمام? ده مساربة منفعة شكلية. منفعة زمنية. منفعة تملكية. ودي مجموعة من المنافع اللي هي تقدم على السلعة اسناء انتقالها من المنتج الاستعمال. طيب تعال شو بقى الخدمات او الوظائف التسويقية. الخدمات والوظائف التسويقية التي تتمر على السلعة من لحظة انتجها الى لحظة استهلاك. قبل ما نشوف الوظائف عندي الجهاز التسويقي بيعتمد على ثلاث فئات. من هم الثلاث فئات دولة? اهم. الفئة الاولى فئة المستهلكين. والفئة التانية فئة المستهلكين. اما الفئة التالتة. فئة الايه? الوسطاء. هما دولا. هما دول الوسطاء اللي بيقوموا بأداء العمليات التسويقية الخدمات التسويقية في مقابل الحصول على التكريف او الهوامش التسويقية. الهوامش التسويقات ان شاء الله نقولها في درس جيد ان شاء الله. يعني المبلغ اللي بياخد ايه التاجر من جراء انتقال السلعة من المنتج الى الايه? المستهلك. يبنا ان عندي من يعمل في في العمليات التسويقية او في التسويق تلت فئات. الفئة الاولى فئة المنتجين الذين يقومون بانتاج السلعة. الفئة التانية فئة المستهلكين الذين يقومون بسلعك السلعة. ما بيقول له ايه يعني. الفئة التالتة فئة الوسطاء اللي بياخدوا السلعة من عند المنتج يودوها عند المستهلك. وهم اللي بيعملوا الشغل كله عليها. المنتج بيطلع السرعة زي ما هي من ارضه او من حقله. والمستهلك بياخدها في الشكل المبير اللي هو اخدها به. في عبوة شبكة في علبة في 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 ده اللي عملها له الايه? التاجر او الوسيل. ده اللي عملها له التاجر او الوسيل. يبقى الوسطاء الفئة التي تعمل بين المنتج والايه? والمستهلك. تعال يا شبكة. بيعمل ايه صاحبنا الوسيل ده بقى? ايه الايه الوظائف اللي بقدم ايه? او الوظيفة خدمة الشراء. هذه الخدمة او الوظيفة تتم في اي مرحلة. ممكن تتم في اي مرحلة الشراء او البيع دولار. الشراء ان انا هشتري من صاحب السلع. ده معنى كلمة الشراء. ده خدمة او وظيفة. اه اه كمستهلك هيشتري ايه من صاحب السلع. والبيع عكسها بزبط نفس الواجهين لعملة واحدة. ان السلعة هي تنقل ملكيتها من الباقة للايه? للمشتري. يبقى اول عمليتين هما البيع والشراء. انتقال ملكية السلعة من الماء من ايه? من المنتج الى الايه? المستهلك. الوظيفة التالتة والمهمة. الفرز والتدريج. الفرز والتدريج. ليه فرز وتدريج? انا قلتلك ان المنتاج الزراعي بتاعنا انتاج قلنا في الدرس اللي فات. الانتاج الزراعي غير متجانس في الشكل ولا في اللون. غير متجانس في الشكل ولا في اللون. تتم عملية الفرز بهدف استبعاد السمار التالفة والمصابة من المحصول. ثم يتدرج السمار السليم في الشكل واللون ودرجة النود. يعني انا هامسك اشين البيضة التالفة باش بس كده. المصابة هاشينها. ده باش بس كده هعمل كده. ده انا هدرج. هعملها مستويات. شوية دول كده صنف لوحده. ودول لوحده. ودول لوحدهم. ودول لوحده. يبقى انا درقت السلعة بتاعتي. بالمستويات بتاعتها. ده مستوى اول. ده مستوى تاني. ده مستوى تالت. ده مستوى ايه? رابع. يبقى ده مستوى الاول ممتاز. ده تحت الممتاز. ده متوسط. ده جيد. او اقل من المتوسط. بلاش يعني. تمام? طب ايه الفايدة من الكلام ده كله? اول فايدة تسهيل عملية البيع بالعينة. ايه البيع بالعينة ده استاذ? اه يعني ممكن المستهلك او التاجر اللي حيجي يشتري مني او الرجل اللي حيجي يشتري مني. ممكن يشتري على شركة مسلا. اللي حيشتري مني ما يجيش يشوف البضاعة. لا ده يشوف عينة منه. هبعت له عينة? انا هبعت لك البضاعة بتاعت او السلعة بتاعت بالشكل ونفس الشكل. يبقى تسهيل العملية البيع بالايه? تقليل نفقات بعد الخدمات التسوقية ممكن نقل نقل والتخزين. ان انا مسلا اه ممكن اه نقل والتخزين لو ما شلتش المصاب والبايز. ده كله هيتحط عليها في النقلة اللي هواديها بعتها. يبقى زود عليها فلوس الايه? النق. وكزلك التخزين برضو. اه تحسين اسعار السلع. كل ما حسنت في السلع. كل ما فرست وخليت بتاعي السعر بزيد عندي. كل ما خليت السلعة كلها شكلها متجانة. انا ما اروح بقى سوبر ماركت او اروح اي محلة اشتري فاكهة اشتري اي حاجة في اي حاجة في اي حاجة. لما لاقي السلعة اللي قدامي. نفس الشكل. نفس الطول. نفس الحجم. نفس الوزن. نفس 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 اللون. ايه بالنسبة لها ايه? هدفع فلوس المعزين. صح الكلام يا شباب? يبقى ده بالنسبة لتحسين ايه? اسعار السلع. توفير السلع بالشكل الذي يرغبه المستهلك ودي المهمة الاساسية ان انا اللي كان مستهلك نلاقي السلعة بالشكل اللي انا ايه? عاوزه. ده بالنسبة للفارز والتجريب. التعبئة والتغليف دي وظيفة برضو من ضمن الوظائف اللي على اللي هو التاجر او المسوق او الوسيد. بيعمل ايه? بيضع السلعة في عبوات. بعبيهم. بغلفها تغليف صح. ده كله عشان يوصلها للمستالك في الشكل اللي هو ايه? ايه الفايدة? مني ان انا اغلف السلعة صح? وعبها صح? هو انا هودت اخد الفكهة او الخضار اديها لبتاع الراجل كده? لا لا لازم تعبها في عبوها صح? عشان هفع فيها فلوس. رجل هيدفع فلوس. رجل هيشتغل معايا يبنى ايه? اعمل له عملية تعباة وتغليف. يقصد بذلك وضع السلعة في عبوات مناسبة لطبيعة السلعة وطريقة تسويقها ونقله. وذلك وكذلك مناسبة لرغبات الايه? المستهلكة. طب ايه الفايدة? ايه نحنستفيده من العملية دي? قال لك سهولة تداول السلعة. سهولة تداول السلعة. حماية دعوات السلعة من التلف. حماية السلعة من التلف وتقليل الفاخد في المراحل التسويقية المختلفة. التعبيعة تساعد ايضا على خفض التكليف التسويقية. بذي الحاجات اللي بتفيد فيها التعبيعة والايه? التغليف. سهولة تداول السلعة. حماية السلعة من التلف وتقليل الفاقد في المراحل التسويقية المختلفة. وقال لك التعبيعة برضو بتساعد على خفض التكليف الايه? التسويقية. طب بعد كده ايه? النقل ايه برضو. كلام معاهد. الوظيفة تانية النقل. النقل نقل السلعة من مكان انتجها الى مكان ايه? استهلاك. قال لك الخدمة ديت. حلوة تمثل هذه الخدمة اهمية كبيرة. في التسويق حيث تربط مناطق الانتاج. ايوة. الكلام يسألون دلوقت هون. مناطق الانتاج وخاصة البعيدة منها. بمناطق الاستهلاك. ويمثل النقل نسبة كبيرة من تكليف العملات التسويقية. يعني اعتبر انا اقول لك على حاجة. اكتر حاجة بيعاني منها الجماعة اللي هو التجار والوسطاء في التكليف التسويقية هي تكليف الايه? النقل. يعني والله التكليف التعبئة والفارز والكلام ده كله ما تجيش حاجة جنب تكليف النقل. لان التكليف النقل من مكان بعيد لمكان تاني بعيد بياخد حاجات. ده اللي بزود ايه? عشان كده انت لو سلعة بتنتج فيه في مكان مثلا زي الوادي وراحة مكان تاني زي اسكندرية وزي القايرة سعرها بيب مرتفع. ليه مرتفع يا استاذ? مش زيق لأ ما مرتفع عشان خطر الخدمات اللي بتقوم عليها دي. دي انا فلستها وعملت لها فلزة وتعبية وغير تعبية فيه نقل كمان النقل ده واخد بني فلوس كتير وانا راجل مش حقصر. انا راجل تاجر مش حقصر. انا بشتغل عشان ايه? اربح مخصر. يبقى ده نقل عملية توصيل السرعة لمكان تنتجها لمكان ايه? السلاء. في عندي التخزين برضو نفس الكلام. التخزين. هو الكلام من ولوه من عدوه. يعني ايه من ولوه من عدوه? يعني انا بكرر لك الكلام تاني. المنافع التسويقية. التخزين. المنفعة التسويقية. التخزين. المنفعة التسويقية اللي خلناها تخزين السلعة منفعة زمنية. بخلي السلعة تاخد زمن يعني شكل تاني او او وقت تاني من غير انتاجها. نفس الكلام التخزين انا بخزن السلعة. السلعة التخزين ده مهم. في ايه? انا قلنا برضو الكلام الانتاج موسمي هخزنه عشان الناس تهلكوا لمدور العام ده حاجة ده حاجة عند فائد انتاج يعني ايه فائد انتاج يا استاذ انا انتكتب كمية كبيرة انتكتب كمية كبيرة المستهلكين مش هيخدوا الكمية دي كلها مرة في حاليا هيتفضل عند فائد انتاج لازم اخزنه عشان يجي الوقت اللي ما فيش انتاج فيه ابيعه فيه ممكن احوله الشكل تاني زي احوله الطماطم الصلصة احول اي حاجة الفكهة العصائر حيث ان انا استفيد من فائد الانتاج بتاعه يبقى التخزين ده اه انتاج الازراعي موسمي زي ما قلنا والطلب على منتجات زراعية استمر طوال العام من هنا انا تنشأ الحاجة لتخزين منتجات زراعي منتجة انتاجها لوقت ايه استهلاك طيب تمام التخزين ممكن يتمي في المزرعة ممكن في اي مكان مخاصل التخزين طيب ايه الفائدة من التخزين طيب اللي قلنا عليه ضمان توزيع الانتاج على مدار العام حفظ المنتجات وحامتها من التلف نتيجة لعمية التخزين يتوقع ان يكون سعر ايه السعر مرتفع عند بيعها يعني ايه يا استاذ الكلمة اللي بتاعتني الاخيرة دي طيب احنا قلنا اه ماشي التجار اللي قول برضو يعني مش وحشين قوي يعني انا هوزع على مدار العام بس انا دلوقتي البلح يطلع في معاده والناس بتاكوا البلح وتمام التمام كتاجر بياخد البلح يعطوا في التلاجات البلح خلص من السوق وعد عليه شهر واتنين كده والناس نسيت البلح ما فيش بلح حاليا يجي منزل البلح يجي منزل البلح التجار طلعهم التلاجات منزلين البلح بيعوا بكام يا استاذ بيعوا بقى انت يا استاذ شوف بقى الى استاذ حيباعك بقى دي بلح مش في معاده حتشري بقى ديه انت بنفس السيار طبعا يبقى اذا هذا الرجل بيعمل على ارتفاع السيارة عن طريق الايه التخزين طيب التصنيع تحويل المنتجات من صورة الى صورة اكسر نفعة زي ما قلنا ايه بحول الامحل دقيق لخبز بحول القطن المنسوجات يبقى التصنيع بنصنيع المنتجات يحول السرعة ايه اكسر نفع ايه الفايدة من كده تحويل المنتجات الزراعية الى صورة غير قابلة للتلب بسهولة التماثم متبس بسرعة السلسة متبس بسرعة تمام كده يا شباب زيارة منفعة السلعة الزمنية عن طريق تحزينها من انا ممكن اخزينها لو صنعتها اخزينها تحسين جودة المنتجات الاستفادة من فقد الانتاج زي ما قلت لك كده انا صنع ليه يا استاذ عندي فقد انتاج السلعة لانا انتاجتها دي انتاجت كمية كبيرة يبقى انا لازم اللي هيد اللي هيد بقى عندي مرموش لا اصنعه وخزينه وحستفيد منه ده بالنسبة للايه للتصنيع بالنسبة لها جينا بقى لهم وظيفة من وظائف التسويقين اهم وظيفة دي اهم التمويل لانه بدون تمويل ما فيش حيات دي صح صح ما معايش فلوس لا اعمل فرز ولا تدري لا اعمل نقل لا اعمل تعبئة لا اعمل كذا لا اعمل كذا لا اصنع ما فيش فلوس يبقى ايه تمويل ده هو حجر الزاوية بالنسبة للعملات التسويقية اي مشروع ما لا اي حاجة في الدنيا اي واحد عايز يعمل حاجة هو التمويل اساس كل حال فاذا التمويل اهم او اعلى خدمات ضرورية دي ايه نقل السلعة من المنتج الى المستهلك حيش انه ايه في كثير من احيان لا يتوفر للمنتجين او الوسطاء ويجاءوا لعملية الاقتراض من الايه من المؤسسات التمويلية طيب ايه الاختراض بساعدني في ايه انا هاخترض ما معايش فلوس لازم لازم اجيب فلوس عشان اشتغل شراء المنتجات والمحاصيل الموسمية وضمام العرض المستمر شراء الاجهزة والمؤدات اللازمة لجراء العملات التسوقية دافع تكاليف يعني كل ايه يبقى التمويل ده هو اساس كل حاجة ما معايش فلوس مش هشتغل بس ممكن اشتغل عن طريق حاجة تاني اه هتشتغل ازاي يا استاذ هروح اقترض من الشركات اللي هي مقرضة او من البنوك في شركات مقرضة وبيبنوك هاقترض هشتغل هعبي وحفرج وحنقل وحعمل كل حاجة عن طريق هذا الايه التمويل يبدأ اهم حاجة الايه التمويل في عندي بقى تحامل المخاطر تحامل المخاطر مخاطر في خطر هو مثلا لقدر الله لو عربية نقل بضاعة او منتجات من مكان انتجها لمكان استهلاكها حاصل لقدر الله حدثها في السك بازة المنتجات تمام السلعة راح دي مخاطرة او منتج نقل السلعة من مكان انتجها دي مخاطرة لابدك مسأل يعني دي مخاطرة في تحامل مخاطرة في تحامل مخاطر لقدر الله وراء نسيبين على الله كلنا بس برضو المخاطرة موجودة اذا ده كمان في ايه بقولك في بعض قم بهذه الخدمة بعض الافراد والمؤسسات في شركات عندنا زي شركات التأمين فاهمين احنا شركات التأمين ده اللي بروح اللي بأمن على 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 منشأة بأمن على مكان بأمن على حاجة شركات التأمين بأمن على حياة دي تأمين شركات التأمين ممكن تخش واحد يقولك انا هأمن لك على ايه نجل المنتجات دي يبقى ده بحمل هو المخاطر مقابل مبلغ من الماء ربنا سترها معاه والبضاعة وصلت مكانها تمام التمام يبقى الراجل كسب الفلود ده على شركة التأمين حصل لقدر الله ان البضاعة راحت يبقى هو اللي هيشيل ايه يبقى ده تحمل ايه مخاط ده تحمل مخاط اخر حاجة في الوظائف التسويقية جامع ونشر المعلومات التسويقية جامع ونشر المعلومات التسويقية دي فيه شركات متخصصة اوجهات متخصصة بيعملوا عملية ابحاث جامع بيانات عن المنتجات الزراعية عن كميات الانتاج من السلع على حجم الطلب على تطور الاسعار على التغيرات في ازواق المستهلكين على التجارة الخليجية كل حاجة خاصة بالتسويق الشركات دي بتقوم بيها او الهيئات دي بتقوم بيها بحيث ان انت كراجل كمسوق او كمستهلك او كمنتج بتعرف عن طريقهم كل حاجة حجم الطلب الناس عايزة ايه من اللي بينتج السلع دي من المنفسلية من مش عارف ايه ناس اللي زوقها اختلافت وما اختلافتش حصل ايه حصل كل حاجة بتعرفها دي عن طريق الايه جامع ونشر المعلومات الايه التسويقية دي يعتبر كده العشر حاجات او العشر وزائف تسويقية اللي بتقدم على السلع اثناء انتقالها من المنتج الى المستهلك تمام يا شباب بعد كده بقى عايز نعرف مين من الخافي من السطورة اللي شغال في الحاجات دي كلها انا عمل اقول نفع تسويقية وزائف تسويقية ونقل السلعة من المنتج الى المستهلك واعمل وا 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 مين هذا هذا الشخص من هذا الشخص الذي يقوم بهذه الوزائف هو الوسيط هو الوسيط ماشا هو الوسيط ما هو الوسيط هو الشخص او الهيئة التي تعمل بين المنتج والمستهلك النهائي لتأديد بعض او كل الخدمات تسويقية للمنتج يبى من هو الوسيط الوسيط هو الشخص او الهيئة ممكن يبى شخص ممكن يبى شخص ممكن يبى شركة تسويقية زي ما حمي قلني يعني التسويق ده ممكن يتم عن طريق شركة او تاجر شخص يبقى هو الشخص او لايئة الذي يعمل بين المنتج والمستهلك ويؤدي بعض او كل الخدمات التسويقية يبقى هذا هو الايه الوسيل طب الوسيل ده ليه انواع انواع كتير تعال نشوفه اول حاجة من انواع الوسطاء هو التاجر المحل التاجر المحل هو اول وسيل تتعامل مع المنتج الاول او المنتج الاول يعني ده الراجل تاجر محلي من اسمه مكانه فين يا استاذ هنعرفها بعدين هيبقى في السوق المحل طب فين السوق المحلي ده يا استاذ السوق المحلي ده جنب مناطق الانتاج جنب مناطق الانتاج يبقى التاجر المحلي هو التاجر الموجود بجوار مناطق الانتاج ويقوم بشراء السلعة من المنتج وبيعها إما لتاجر الجملة أو إلى مستهلك مباشرة يمكن يبقى الرجل تاجر المحلي ده هو شخص بيقوم بشراء السلعة من ممكن الانتاج ويبيعها يا إما التاجر أعلى منه يا إما يبيعها للايه للمستهلك ده التاجر لايه المحلي طيب عرفنا من التاجر المحلي عشان نعرف السوق المحلي بعد كده إن شاء الله اللي بيشتغل فيه التاجر لايه المحلي هنعرف السوق المحلي اللي بيشتغل فيه التاجر المحلي التاجر النوع الثاني من التجار هو الدماغ الكبيرة بقى اكبر رأس في السوق هو الشخص كبير اللي بيقعد في سوق الجملة تاجر الجملة يبقى تاجر الجملة هو زي نوع من وسطاء الذي يقوم بشراء كميات كبيرة من السلعة سواء من المنتجين او التجار المحليين او وصلاء العمولة ثم يقوم باضافة بعض الخدمات التسوقية كالفرز والتدريج وهكذا يعني المهم ان هو الرجل الكبير بتاعهم تاجر الجملة اكبر رأس في الوسطاء التاجر الجملة اللي تاجر المحلي هياخد السلعة من المنتج يديها لتاجر الايه الجملة عفوا اللي بدوره تاجر الجملة هيبدأ يود السلعة في اتجاهات تانية خالص هو خاتها ولما تجار المحليين جابوهم له هيودها فيه ممكن لتاجر التجزئة ممكن للمصدر خدت بالك تاجر الجملة ده ممكن يديها للمصدر مصدر بودي فين يا استاذ المصدر بوديها فين مصدر برا خارج البلاد طب تاجر التجزئة من هو تاجر التجزئة دي انت قبل كده قلمة ايه ممكن يديها لتاجر التجزئة ايه تاجر التجزئة دي كلمة تجزئة تاجر التجزئة ده جاي من ايه من تجزئة السلع تاجر الجملة بيشتري السلعة بكميات كبيرة اما تاجر التجزئة بيشتري السلعة بكميات صغيرة لان تاجر التجزئة هو الشغل هو التاجر الذي يتعامل مع المستهلك مباشرة هو التاجر الذي يتعامل مع المستهلك مباشرة اخر تاجر بيتعامل مع المستهلك يبقى تاجر التجزئة هو التاجر الذي يتعامل مع المستهلك مباشرة هو الذي يقوم بتجزئة السلعة وبيعها لمستهلك وانا راجل كمستهلك هروح اشتري سلعة بالعشر عشرين كيلو تلاثين كيلو خمسين كيلو التاجر التجزئة ممكن يروح اجيبها من المنتاجر الجملة يقول لهم عازق مسلا قديني مية كيلو طماطم قديني مية كيلو كذا طب انا كمستهلك هروح اشتري منتاجر التجزئة بالمية كيلو لا هشتري بالكيلو بالاثنين بالتلاتة اربعة خمسة كالترجة خوال اذا تاجر التجزئة ده من جMan كلمة تجزئة اقطيع تجزئة. يبقى اللي بتعامل مع المستهلك ايه مباشرة. يبقى انا خدنا تاجر المحلي. تاجر الجملة. تاجر المحلي اللي يتعامل مع المنتج مباشرة. ياخد السلعة من المنتج يودها لتاجر الجملة او تاجر اكبر منه او ممكن دهن المستهلك. تاجر الجملة هو اللي بلم السلعة من السوق. ويودها لتاجر التجزئة او يودها للمصدر. تاجر التجزئة هو الذي يقوم باخذ السلعة من تاجر الجملة وبحالة المستهلة. المصدر اللي بطلع السلعة بره. في عندي نعيم التجاب. ده تاجر التجزاء اللي وان عليها هو. في عندي نعيم التجاب. واحد اسمه تاجر العمولة والتاني اسمه السمسون. من هو تاجر العمولة ومن هو السمسون? اديك مسال. اديك مسال. اه انا عندي سلعة الماء. وجبت واحد قلت له خد السلعة ده هي باعهالي. باعهالي. وهديك عمولتها. جبت واحد قلت له خد السلعة ده هي باعهالي وهديك عمولتك. يباس مو دي يا شباب. حتى من كلمة عمولتك هي. يباس مو تاجر الايه? العمول. يبا من هو تاجر العمولة? تاجر العمولة هو الذي يبيع السلعة لحساب صاحبها. نقابل مبلغ من المال يسمى عمولة. تمام? من هو تاجر العمولة? هو الذي يبيع السلعة لحساب صاحبها الاصلي. نقابل مبلغ من المال نسمى ايه? عمولة. ده بالنسبة لتاجر الايه? العمولة. طيب النوع التاني اسمه الايه? السمسار. من هو السمسار? السمسار ده غير تاجر عمولة خالص. السمسار ده مسلا نسمع عنهم كتير سمسار المباني سمسار سمسار اراضي سمسار سمسار. راجل شغال في السوق. يعرف ان ده عنده سلعة عايز يبيعها. ويعرف ان ده عايز يشتري سلعة من نفس النوعية. تمام? واحد عايز عنده سلعة عايز يبيعها. واحد عايز اشتري نفس السلعة. بس الاتنين مش عارفين بعض. الاتنين مش عارفين بعض. دي فايدة بقى السمسار. جيه دخل بال اتنين. راح لصاحب السلعة قال له انا عندي اللي اشتريها. وراح للرجل اللي عايز يشتري. قال له انا عندي السلعة موجودة عنده واحد حبيب. تمام? طيب انت يا صاحب السلعة. حتبيع بكم? حبيع بكز. بمية. حبيع بمية. راح للرجل اللي عايز يشتري. وانت السلعة هتشتريها بكم? قال له هشتري بخمسين. واحد بقول لها بيع بمية. والتاني بقول لها اشتري بخمسين. فرق النص هو. يعني العملية ابعيدة خلص عن بعضها. اما الفايدة السمسار ايه? السمسار عايز ياخد. عايز فلوس. فايدة السمسار. السمسار هو الذي يقوم بتقريب وجهات النظر بين البائع والمشتري. بين البائع والمشتري. السمسار هو الذي يقوم بتقريب وجهات النظر بين البائع والمشتري لاتمام عملية البيع. لاتمام عملية البيع. صح? صح. لان هو لو ما خلاش اللي ماسك على المية ده ينزلها شوية لخمسة وسبعين. ولو ما خلاش اللي ماسك على الخمسين يرفعها شوية يوصلها لخمسة وسبعين. الاتنين مش هيتموا العملية. صح? صح الكلام. الكلام مزبوط جدا. ازا ما وصلت ازا ما ما قربش وجهات النظر بين البيع والمشتري العملية مش هيتم. اذا السمسار هو تاجر يقوم بتقريب وجهات النظر بين البائع والمشتري. لاتمام عملية الايه? البيع. مقابل مبلغ من المال. من مين بقى المبلغ اللي هياخدوه? الشطر يقول لي مبلغ هياخد مبلغ من مين? هياخد مبلغ من الاتنين. هياخد من البائع وهياخد من المشتري. صحيح اه? هو راح للمشتري. قال له هكشتري لك عندي السلعة اللي تحشتريه. وراح للبائع قال له عندي اللي هيشتري السلعة بتاعتك. يعني خدم دي وخدم دي. يبقى لازم ياخد مقابل خدمته للبائع ولازم ياخد مقابل خدمته للمشتري. هياخد من البائع والمشتري. فاكرين تاجر العمولة? هياخد فلوسه من مين? هياخد فلوسه من البائع بس? بصاحب السلعة بس? هو انك تاجر عمولة. هروح ابيع لك سلعتك. هقول لك خد يا استاذ السلعة دهية. شوت الورق ده همت. بعشرة جنيه. وتدين عشرة جنيه. وقال له بقى اديني بقى عملتي. انفع. ده انا اعتبر نفس البيع صاحب السلعة. صح الكلام? صح الكلام. يبقى الفرق ما بين تاجر العمولة والسمسار. ان تاجر العمولة يبيع السلعة لحساب صاحبها. ويحصل على عملته من صاحب الايه? السلعة فقط. اما السمسار يقوم بتقريبه جد النظر بين البائع والمشتري. ويحصل على بلاش عملته وسمسارته. او مبلغ من المال من الطيه من الطرفين. دول انواع التجار. هخش بعد كده على انواع الوسطة او الاسواق. انا عرفنا التجار. عايزين اعرفوا بيشتغلوا فين? طيب ما هو السوق اساس? يعني سوء? حدي يقول لي يعني سوء? هاي استاذ? السوق المكان اللي موجود فيه البائعين وموجود فيه المشتريين. صح الكلام? اللي يشتري السلعة من البايع. ها? صح كده. يبى السوق هو المكان الذي يلتقي فيه البائعين او المشتريين. صح الكلام? صح الكلام. طيب هو السوق دي مش ممكن يبى وسط. يقول لك هو الوسط الذي يتقابل فيه البيعون والمشترون. الذين يشتركون في الحاجات والرغبات. ولديهم الاستعداد والمقدرة المادية في دخول عملية التبادل لاجباع تلك الحاجات. اه. الوسط ده معناه ان هو ممكن ما يكونش المكان. لانه ممكن ابيع واشتري عن طريق النت. صح? البيع الالكتروني. شغال التسويق الالكتروني شغال الله ينور. فترة الحالية انا هندروسه ان شاء الله التسويق الالكتروني ده في الاخر. تشغال التسويق الالكتروني ان انا بيمكن عن طريق النت بشتري السلعة ولا عاد في بيتنا. السلعة الفلانية بيعرضها صاحبها. انا بدخل عليها واشوف. لا هنتكلف فيه بعدين. يبقى ازا مش شرط ان يكون المكان اللي بتقابل فيه البائع والمشتري. ممكن يكون الوسط. عشان كده قال لك هو الوسط الذي يلتقي فيه البائع والايه والمشتري. عشان تتم عملية تبادل السلعة. طيب. قال لك السوق ده ليه اركان? يعني اركان السوق. ليه اركان? لو غاب ركن منه ويع السوق. باش في سوق. ما انا عندي ترابيزة قدامها هي. لها اربع اركان مسلا. او اربع رجول. لو شلت رجلي منهم ممكن ترابيزة تقلب. ما يبقىش ترابيزة غالب. السوق. لو غاب ركن من هزين الارقان. السوق ما يعتبرش سوق او السوق يبقى ناقص. ما ينفعش. طب تشوف الاركان ده ايه? المكان اللي تتمي فيه عملية التبادل. يبقى مكان السوق. لو ما فيش مكان سوق يبقى مفيس سوق. صاحا ولا غلط? صاح يو استاذ. المتعاملون في السوق. وهم الباقعون المشتريين. مفيش بيعين. مفيش مشتريين يبقى مفيس سوق ازا مفيش مكان مفيس سوق. مفيش بائع ومشتري مفيس سوق. مفيش زمان الزمن اول فترة ما في السوق هو السوق كل دقيقة هو السوق شغال 24 ساعة ده السوق ليه زمان محدد مكان محدد وزمان محدد يقول لك السوق يوم لتنين الساعة كذا من الساعة كذا للساعة كذا بعد الساعة اتنين الضور ما فيه السوق السوق انتهى بعد الساعة اتنين الضور ما فيه السوق يبقى السوق من الساعة ستة الصبر للساعة اتنين او ساعة اتناشر ده يبقى زمان السوق في المكان الفلاني في الحتة الفلانية يبقى ده المكان بدي روكنين كده هو. عادي الايه? الزمان والمكان. السوق في المكان الفلاني والسوق بساعة كزا لساعة كزا. وقلنا كمان الروكن اللي بعد كده اللي هو الايه? الباع والمشتري. مفيش بايع مفيش بايع مفيش مشتري مفيش السوق. ايه هو اهم الروكن يا استاه? الشاطر يقول لي عليه كده? السلعة اللي هتتبع وتتشر. مفيش سلعة. يبقى مفيش سوق. صح الكلام? يبقى ده هم حاجة السلعة اللي هتبقى ايه? اللي هتبقى هتبقى في السوق. يبقى اركان السوق. المكان. الزمان. الباعين. المشتريين. السلعة. دول الحاجات اللي يقوم عليها السوق. لو غاب اي شق من هذة من هولايا الخمس حاجات. يبقى السوق نايه? ناقص. لو غاب المكانب ما فيه السوق. لو غاب الزمان ما فيه السوق. لو غاب الباعي ما فيه السوق. لو غاب المشتريين ما فيه السوق. لو غابت السلعة يبقى مفيش سوق. يبقى كده عرفنا ما هو السوق. وعرفنا اركان السوق. وانا كنا متكلمين عالتجار قبل كده. بتاعي شوف انواع الاسواق ايه? شوف انواع الاسواق. اول سوق من الاسواق بتاعيه تنسمى الاسواق المحلية. احنا قلنا الاول اه في منشوية كده التاجر اسمه التاجر الايه? التاجر المحلي. التاجر المحلي. وده السوق المحلي. يبقى التاجر المحلي بيعمل في السوق الايه? المحلي. الاسواق المحلية. يوجد هذا النوع من الاسواق بالقرب من اماكن انتاج السلعة الزراعية. بالقرب من اماكن تاج السلع الزراعية. واعتبر حلقة الوصل بين مكان الانتاج وانواع الاخرى من الاسواق. تمام. يعني هذا السوق اللي بيعمل فيه التاجر المحلي. احنا قلنا التاجر المحلي هو التاجر الموجود جنب اماكن الانتاج. هو نفس الكلام. السوق المحلي هو السوق الذي يعمل بالقرب من اماكن الانتاج. ما هو انا مش هخلي المنتج ينتج وروح ياخذ ادفع للدنيا. انا مسلا راجل بانتج خضار خيار. اي حاجة عشان اواخد الخيار اللي انا انتاج توديه. اضيف ايه? لازم كان قريب منه عشان قتل مش هروح باخر الدنيا. يبقى سؤل ايه المحلي القريب منه على طول. بياخدوا التاجر المحلي بقى ده اللي بيعمل في السوق المحلية. بيتوزع الاسواق التانية. ايه هي اسواق? اسواق التركيز مسلا. ايه اسواق التركيز? هي اسواق التركيز هي حلقة الوسطي. بين الاسواق المحلية واسواق الجملة. خلنا انا عايز اكتوقت ايه اخدتها اخدتها وتسلسل كده مسلسل كده. سوق المحلي بياخد من المنتج. السوق المحلي بياخد من بياخد السلعة من المنتج يودها سوق التركيز. اسواق التركيز حلقة وصل ما بين اسواق المحلية واسواق الايه? الجملة. اسواق الجملة. التركيز بتلم السلعة من اسواق المحلية وتودها اسواق الايه? الجملة. اللي بيعمل فاهمين? تاجر الجملة. صح الكلام? وصلت السلعة على سوق الجملة. ما هو سوق الجملة? سوق الجملة. السوق الرئيسية للسلع. بقول لك تمثل سوق ايه سوق الجملة سوق الرئيسية للسلع. يتم تعامل فيها بتاخد السلعة من اسوق التركيز وسوق السوق الايه? الجملة. طيب. بعد ياخد السلعة من سوق الجملة. اودها فين? تروح على اسواء اسواء الجملة يا اما توديها للمصدر. في اسواء التصدرية. يا اما تروح للراجل تاجر التجزئة فاكرين تاجر التجزئة اللي بتعامل مع المسالك مباشرة بيعمل فين تاجر التجزئة ده بيعمل في اسواق التزدئة طيب يبقى عندنا اسواق التصدير اسواق التصدير دي هذا النوع من اسواق يتم من خلال وعدال السلع لنقلها الى اسواق الخارجية اللي بيعمل فيها مين يا وساب اللي بيعمل فيها المصدر يبقى اسواق التصدير هذا النوع من اسواق يتم من خلال وعدد السلع اللي نقلها إلى الأسواق الخارجية النوع الثاني أسواق التجزئة أخصاص التسويق التجزئة هي آخر الحلقات التسويقية قبل وصول السلع من المستهلكين إلى المستهلكين حيث تعرض السلع بكميات صغيرة تناسب حاجة المستهلك تمام يا شباب يبقى احنا دلوقتي وصلنا الآخر سوء أو أقل سوء هو سوء التجزئة الذي يعمل مع المستهلك مباشرة الذي يتعامل مع المستهلك مباشرة المستهلك بروح اشتري أنا كمستهلك مش هروح اشتري خضاري ولا فاكيتي من سوء الجملة سوء الجملة ما ببيعشه بكيلو من اللي ببيع بكيلو سوء التجزئة سوء التجزئة اللي بيعمل ايه بيبيع بالكيلو يبقى اللي بيعمل فيه تاجر التجزئة تمام يبقى تاجر التجزئة ده بيعمل في سوء التجزئة اللي هو بتعامل مع المستهلك مباشرة طيب في وحد طالب سألني سؤال قال لي ليه يا أستاذ أن تاجر الجملة وبيع السلعة لتاجر التجزئة ما بيخدش منه هامش ربح كبير أو بيخدش منه فرق كبير يعني بيعه له أرخص من تاجر التجزئة ما بيعها لمستهلك يعني مثلا تاجر التجزئة بيع الاشترا كيلو الطماطم بجنيه من تاجر الجملة بيعه للمستهلك بثلاثة جنيه أو كلام طبعنا صار دي قديمة أو بيعه اشترا بجنيه بيعه بثلاثة جنيه يعني خد فيه اتنين جنيه مع أن تاجر الجملة واخد فيه نص جنيه أو ربع جنيه هقول لك هقول لك على حاجة تاجر الجملة بيع كميات قد إيه اللي بيع كميات كبيرة كبيرة جدا يعني كميات بالطن فلما ياخد في كل كيلو ربع جنيه هيعمل مبلغ هيعمل مبلغ طيب تاجر الجملة بيبيع قد إيه بياخد كميات قد إيه بياخد من ميت كيلو بالخمسين كيلو بالعشرين كيلو ما بيزودش عن كده بيبيع بالكيلو يعني حاجة بسيطة ده كمان تاجر الجملة السلعة ما بتغيبش عنده كتير السلعة ما بتغيبش عنده تاجر الجملة بتمشي بسرعة تاجر التجزئة ممكن ياخد السلعة من تاجر الجملة تغيب عندي يوم كامل أو يومين لأن ايه المستهلكين مزيد تجار المشترون فممكن يؤدي إلى برضو تلف بعض من السلعة أو عطب بعض من ايه من السلعة تمام يا شباب ده كده آخر نوع من أسواق الايه من أسواق الوسوق التزيئة يبقى أنا لو حبيت أعمل مراجعة بسيطة اللي أنا خدت النهاردة خدت تسهيلات تسويقية تسهيلات تسويقية إن أنا بحاول أزيل الموانع اللي بتقابلني كتسويق سواء كانت موانع جغرافية موانع زمنية موانع تملوكية موانع تفاوت في الكيمياء تواقع تفاوت في النوعية خدت المنافع اللي بتقدم على السلعة سواء كانت منفع شكلية أو زمنية أو مكانية خد الفئات اللي هي بتتعامل في التسويق كما من منتجين أو مستهلكين أو وسطاء خدت الخدمات اللي بتقدم على السلعة سنة انتقالها من المنتج إلى المستهلك خدت أنواع الأسواق وأنواع الوسطاء ان شاء الله الاسبوع القادم هنكمل معنا موضوع التسويق موضوع شريق جميل والقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته